المترجم للقناة أهلا بكم في نشرة الأخبار من الرأي معكم في أحمد العنزي والبداية بأبرز العنوين الأمير يستقبل رئيس الوزراء الكندي ويهننه علي الغانم برئاسة الغرفة العربية البريطانية إطلاق اسم رئيس مجلس الأمة على صالة وشارع فلسطيني تقديرا لدوره بدعم القضية الخالد ينقل تحيات القيادة لخادم الحرمين وتأكيدات على عمق علاقة البلدين الشقيقين قبزة ربحية لطيران الجزيرة وعبد يؤكد تحقيق أفضل نتائج تشغيلية منذ التأسيس عندنا تطبيق درسني للطلبات تطبيق درسني لأولياء الأمور واليوم أطلقنا تطبيق درسني للمدرسين اليوم شراكتنا مع تطبيق درسني تأتي لإيماننا المطلق في عملية تطوير التعليم بعد نجاح درسني للطلبة وأولياء الأمور افتماله حلقة التطبيق التفاعلية مع المعلم وفي النشر اتجاه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر يشعل سوق وسائل التدفئة استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان اليوم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها على كافة الأصعدة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك كذلك استقبل سموه رئيس مجلس الأمم رزق الغانم ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد كما أقام سمو الأمير مأدوبة غداء على شرف رئيس مجلس النواب العراقي من جهة ثانية بعث سمو أمير البلاد برقية تهنئة إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أعرب فيها سموه عن خالص تهنه بمناسبة اختياره رئيسا فخريا للغرفة العربية البريطانية من قبل مجلس إدارة الغرفة خلال الحفل الخاص الذي أقيم في العاصمة البريطانية مشيدا سموه بالثقة الكبيرة التي حظي بها لهذا المنصب الرفيع تقديرا لجهوده الكبيرة والمتواصلة في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع الدول العربية مع المملكة المتحدة الصديقة وبعث كل من سمو ولي الحدوى رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلتين أطلق اسم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على صالة رياضية وشارع بالضفة الغربية تقديرا لدور الكويت قيادة وحكومة وشعبا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني قالت الهيئة الإدارية لمركز شباب عسكر الاجتماعي في مخيم عسكر للاجئين الفلسطينيين شرق نابلس أنها قررت إطلاق اسم رئيس مجلس الأمة على الصالة الرياضية التي شيدت حديثا وأوضحت الهيئة أن إطلاق اسم الغانم يأتي عرفانا وامتنانا لدور الكبير الذي تقوم به الكويت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وأضاف البيان أن هذا التكريم للغانم يأتي لدوره البارز في دعم القضية الفلسطينية وتقديرا لجهوده المشرفة وحتى يبقى اسمه راسخا في وجدان أبناء الشعب الفلسطيني في الرياضة استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء السمو الشيخ صباح الخالد والذي قال عقب اللقاء أنه تشرف بمقابلة خادم الحرمين الشريفين حيث نقل له تحيات سمو الأمير وسمو ولي العهد مشيدا أو مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكة والكويت وأهمية تعزيزها وتوطيدها بشكل مستمر وتنبية التعاون في مختلف المجالات وأضاف الخالد أنه استمع إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات العالمية مؤكدا أنها تجسد ما يتمتع به من حكمة تجاه تلك القضايا المختلفة كما أوضح أن زيارته للمملكة تأتي عكاسا للعلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين وتقديرا لسياسة المتوازنة والجهود التي تبدلها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في المواقف البرلمانية قال النائب أسامى الشاهين أن الحكومة تعهدت بمناقشة تعديل قانون التأمينات بخصوص الاستبدال وخفض قصد القرض الحسن في الجلسة المقبلة والتصويت عليه ودعا الحكومة والوزيرة المعنية إلى الاتزام بهذا الوعد من جهة ثانية دعا الشاهين أعضاء اللجنة المالية إلى عدم أخذ رأي الحكومة الرافض للاختراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض ضحايا النصب العقاري الحكومة تعهدت على لسان وزير الدولة شؤون مجلس الأمة الأخ مبارك الحريص مشكورا والأخت وزيرة المالية والشؤون الاقتصادية السيدة مريم العقيل بأننا سنناقش هذين القانونين وأعني بهم قانون تعديل استبدال المعاشات التقاعدية ليكون نظام شرعي بدل من وضعه الحالي والوضع حد أعلى للأرباح ومقابل استبدال الراتب وأيضا الموضوع الآخر المتعلق بالقرض الحسن وزيادة الأقصاد وبالتالي تخفيض نسبة الاقتطاع من المعاش التقاعدي بشأن القرض الحسن فتعهدت الحكومة أمام المجلس في أن يكون يوم 18 فبراير جلسة 18 و19 فبراير هي جلسة مناقشة هذا الموضوع تقدمت باقتراح بقانون مع خمسة من الزملاء كنا حتى نعطيه صفة الاستعجال بتعديل مرسوم وقانون الخدمة المدنية وهو قانون تحديدا ومادة 23 من القانون وهي الأسف مادة وعرف خاطئ مطبق يقوم به أرباب العمل في الحكومة بنقل الموظفات متى ما أخذت إجازة واضع أو إجازة أمومة أو إجازة طفولة أو إجازة رعاية أسرة فيعاقب رب العمل الموظفة بنقلها أثناء إجازتها هناك لأسف عرف خاطئ أكد رئيس لجنة الأولويات نائب أحمد الفضل أن اللجنة تقوم بدورها على أكمل وجه وفقا لدورها المنصوصة عليه في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مشددا في الوقت نفسه على أن القرار أنهي يعود إلى مجلس الأمة لجنة الأولويات لا تستطيع أن تتحكم بما يناقش داخل مجلس الأمة لجنة الأولويات حسب مادة 44 هي تقترح نبي هذا الضغط اللي حطيته في مكان الخاطئ يا أخوان لا يبقى روحوا أحطوا حق النواب قولوا له شنو سالفت أناقش كورونا وضيع أربع ساعات من المجلس ولا واحد فينا طبيب لا يفهم في الحجر الصحي ولا يفهم في الأمراض المعدية ولا يفهم في شيء أما كان يكفي بيان من الحكومة تقولوا إحنا مستعدين ممستعدين يعني كيف رح تكتشف أن الحكومة مستعدة ولا ممستعدة من خلال كلام نواب قاعد يأخذها من دواوين هذا أمر مختص طيب المجلس قرر شديد ليش ما تروحوا تكلمونهم أنتوا يلي صوتوا على كورونا وصوتوا على ضربات المناقشة يعني رئيس المجلس لا يملك مكتب المجلس لا يملك لجهة الأولوية لا تملك إذا قرروا نيبون بند مناقشة المواضيع هذه وحطوناها كأولوية حكوميا أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان دعم ورعاية احتضان المشاريع الكويتية الرائدة الأسيما المختصة بمجالات الصناعة والتكنولوجيا والحرف اليدوية وعلى هامش افتتاح معرض الصناع العالمي الرابع في أرض المعارض بالكويت أثنى الوزير على جهود المشاركين والقائمين على الفعالية من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار يوسف العلي أن الشركة حملت على عاتقها مسؤولية تنظيم المعرض وذلك إيمانا منها بقدرة الكويتيين على خلق قيمة مضافة لابتكاراتهم ومشاريعهم بلا شكل يوم رعاية حضر الصاحب السمو لهذا المعرض وتطوره خلال الثانوات الأربع الأخيرة تطور كبير جدا عدد المشاركات في طبيعة المشاركين صار هناك خليط ما بين الشركات الكبرى وشركات المدرجة بالسوق المالية والمشاريع أيضا المتوسطة والمشاريع الصغيرة وأيضا بقينا المشاريع الحرفية في تطور كبير جدا نتكلم عن هذا المعرض يشمل سلسلة من المشاريع المختلفة من يكون الحرفية الصغيرة جدا أو ما يطلق عليها متناهة صغيرة أو المنزلية إلى الشركات الكبرى في فرصة جيدة لتبني هذا المواهب كيفية تحويل هذا المواهب إلى مشاريع تجارية لكي يستفيد منها المبادر أو الموهوب لأسهل أشوف لك تزايد كبير بالمشاركين وأيضا بعدد الحضور اليوم وإن شاء الله ملفت لنا هذا المعرض الحمد لله أننا حققنا النتائج المرجوة منه وحققنا الرغم الغياسي أيضا من حيث المشاركين حيث وصل عدد المشاركين إلى 200 مشارك تقريبا من دولة الكويت ودول الخليج وبالإضافة إلى دول عربية وبعض الدول الأجنبية في هذا المعرض حقيقة نسجلنا العديد من الإنجازات أول إنجاز بأن الحضور راح يفوق إن شاء الله العدد المرجو واضح من أول يوم حتى الآن عندنا تقريبا 35 إلى 40 مدرسة ما بين جميع الفئات ابتدائي وثانوي متوسط هناك العديد من الورش وهناك العديد من الألعاب المسلية الهادفة طبعا نأمل إن شاء الله زيارة الجمهور ونأمل أن الكل يشارك في هذا المعرض أعلنت شركة طيران الجزيرة تحقيقها 14 مليون وتسعمائة ألف دينار كويتي أرباحا صافية عن عام 2019 بنسبة نمو بلغت 124% مقارنة بالعام 2018 وقال رئيس مجلس إدارة الشركة مروان بدي أن طيران الجزيرة حققت العام الماضي أفضل نتائج تشغيلية منذ التأسيس مبينا أن الارتفاع الملحوظ في ربحيتها كان نتيجة للنمو المنتظم والمربح في الجانب التشغيلي وأوضح بدي أن الشركة واصلت موها على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا مشيرا إلى أن مبنى ركاب طيران الجزيرة ساهم في تحقيق الإرادات بشكل ملحوظ وذكر أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح بنسبة 67.5% من رأس مال الشركة وأفاد بأن الجزيرة واصلت التوسع عبر توفيرها وجهات جديدة منخفضة التكاليف كما بيّن أن الشركة تسلمت ثلاثة طائرات إيرباس A320 نيو جديدة في الربع الأخير من العام المنصرم ليصل أسطولها إلى ثلاثة عشرة طائرة مشيرا إلى أن الشركة ستستلم خمس طائرات جديدة من الطراز ذاته خلال العام الحالي أظهرت إحصائية عدة الرأي تراجع أجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين خلال العام المنصرم بنحو 2.18% بما قيمته نحو 672 مليون دينار إلى نحو 23 مليار دينار مقارنة مع العام السابق نتابع تفاصيل تلك الإحصائية بالأرقام وفقا لأحصائية عدة الرأي سنادا على بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي فقد تراجع إجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين خلال عام 2019 بنحو 2.8% بما قيمته 672 مليون و600 ألف دينار إلى 23 مليار و180 مليون دينار مقارنة مع 23 مليار و850 مليون دينار أنفقوها خلال العام السابق ووفقا للأحصائية فإن إجمالي ما أنفقه المواطنون والمقيمون على شراء السلع والخدمات مباشرة عبر نقاط البيع تراجع بنسبة 6.7% بما قيمته 773 مليون و500 ألف دينار خلال العام الماضي ليبلغ إجمالي مشترياتهم المباشرة 10 مليارات و700 مليون دينار مقارنة مع 11 مليار و470 مليون دينار في عام 2018 وعلى النقيض ارتفع إجمالي سحبات الكاش عبر أجهزة السحب الآلي بنسبة طفيفة بلقت 0.8% بما قيمته 100 مليون و800 ألف دينار ليبلغ إجمالي ما سحبوه نحو 12 مليار و470 مليون دينار في عام 2019 مقارنة مع 12 مليار و370 مليون دينار في 2018 بحث وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد مع وفد من وزارة الصحة آلية التثقيف وتعزيز التوعية الصحية في المدارس في شأن فايروس كورونا المستجد وتفعيل دور العيادات المدرسية بهذا الخصوص وأكد المقصيد أهمية التنسيق والتعاون بين التربية ووزارات ومؤسسات الدولة المختلفة لتطبيق الخطوات التنفيذية لمشروع مبادرة المدارس والتوعية الصحية من مختلف المناطق التعليمية من جهته قال وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية الدكتور عبد الرحمن المطيري أن الاجتماع تطرق إلى رسم خطة للتوعية بأهمية الصحة والتنمية المجتمع والتي تبدأ من أولى لبناته بالطلبة هذا وتعدت المخاوف من انتشار فاروس كورونا الجديد حدود وهان الصينية مركز العدوى بل أنها تعدت الصين نفسها في ضوء تقارير تحدثت عن مغادرة خمسة ملايين شخص للمدينة قبل فرض الحجر الصحي عليها لكن إلى أين ذهبوا؟ صحيفة الرأي نقلت تقريرا يظهر أنه فور صدور التقارير الأولية عن وجود فاروس تقامض في وهان بدأ خروج ملايين سكان من المدينة وتحدثت تقرير عن استخدام مجموعة من الباحثين الذين يختصون بحركة السكان بيانات من مسارات الرحلات الجوية الدولية لوضع خريطة مخاطر عالمية تنبؤية لانتشار الفيروس وأحدد الباحثون 18 مدينة عالية الخطورة داخل الصين كما كشفت الدراسة أن أهم 10 وجهات عالمية للمسافرين من المدن الصينية شديدة الخطورة كانت تايلاند واليابان وهونج كونج وتايوان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا وسنغافورة وفيتنام وأستراليا كشفت مصادر تربية للراي عن ارتفاع نسبة الغياب بشكل كبير في المدارس الحكومية والخاصة اليوم بسبب موجة البرد التي هبت على البلاد منذ ظهر أمس مؤكدة أن المناطق التعليمية طلبت الحصائيات من مدارسها لمعرفة عداد الحضور والغياب في كل مدرسة وبيّنت المصادر أن احتساب يوم الغياب بعذر أو من غير عذر بيد مدير المدرسة كما في طابور الصباح حيث لديه الصلاحية المطلقة في ذلك وبإمكانه تقدير الموقف مؤكدة أنه عادة ما تغض المدارس النظر عن مثل هذه الحالات التي تؤثر كثيرا على مستوى التحصيل الدراسي للطلبة بحضور وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأشيطة فيصل مقصيد وعدد من المعلمين والأكاديميين والمهتمين تم إطلاق تطبيق درسني للمعلمين وذلك بعد النجاح الذي حققه تطبيق درسني للطلبة وتطبيق درسني لأولياء الأمور ويتيح التطبيق طرح الأسئلة من قبل الطلبة ليتم الإجابة عليها من قبل المعلمين نتعرف على المزيد من التفاصيل بشأن التطبيق في التقرير التالي بعد النجاح الذي حققه تطبيق درسني للطلاب وتطبيق درسني لأولياء الأمور تم إطلاق تطبيق درسني للمعلمين وذلك بحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل مقصيد وكوكبة من المعلمين والقائمين على التطبيق فضلا عن الرعاة مؤسسة التطبيق والرئيسة التنفيذية نور بودي قالت إن تطبيق درسني يمكن الطالبة من طرح الأسئلة على مدار الساعة ليجيب عليها المعلم تطبيق درسني بدأ من تقريبا ثلاث سنوات بدأنا بخاصية الدروس الفورية وبعدها زدنا محتوى تعليمي من الصف السادس لي صف الثاني عشر اليوم عدد مستخدمين درسني خمسمية ألف طالب من أكثر من خمسة وعشرين دولة في العالم وهدفنا حق سنة 2020 أن يكون عندنا أكثر من مليونين طالب من جميع أنحاء العالم هذا الثالث تطبيق لنا اللي أطلقناه اليوم نحن عندنا تطبيق درسني للطلبات تطبيق درسني لأولياء الأمور واليوم أطلقنا تطبيق درسني للمدرسين تطبيق درسني للمدرسين ببساطة هو تطبيق يسهل على المدرسين إدارة صفوفهم وهم أطلقنا اليوم خاصية خبراء درسني اللي هو أن أي مدرس عنده محتوى تعليمي إن كانت فيديوهات تعليمية نوتات ممكن يكون معنا كخبير درسني يتيح درسني الفرصة لتفاعل المدرسين مع الطلبة خارج الفصول من خلال التطبيق بالإضافة إلى فكرة خبراء درسني التي تعتمد على الاستعانة بخبرات المدرسين ضفنا كيفية المدرس مع المدرسة ممكن يتفاعل مع الطلبة فالفكرة هي المدرس لازم يتواصل مع الطالب داخل الفصل وبعض المرات برى الفصل فسوينا تطبيق على أساس سيقر يسهل ويحل مشاكل التواصل بين الطالب والمدرس والمدرس والطالب وأولياء الأمور مشاركة اليوم في تطبيق درسني كأحد خبراء درسني راح نحاول نستعرض هذا البرنامج وفاجته على الطلبة وأولياء الأمور وكذلك كم معلمين خصوصاً وأنه الحين أصبحت التكنولوجيا مجرد ترف أو تسلية هي الآن حاجة الفكرة منه هو جمع أكبر عدد من الخبراء المتخصصين في عدة مجالات وتقديم المحتوى اللي قاعد يقدمونه وعرضه من خلال هذا التطبيق لجميع الطلبة لسهولة التواصل طبعاً لتجربة في أكثر من منصة التواصل الاجتماعي منها اليوتيوب والإنستغرام بس هذه شوي حصرية هذه الميزة فيها اللي طلبه لجمهور معين وسهلة التواصل فتطبيق درسني يقدمها الخير يعني هالميزة وأنه يحدث لجمهور معين ومن خلاله يكون التواصل أسهل ونظراً لأهمية التطبيق بالنسبة للتعليم فقد حظي بدعم امتد إلى المعلمين والأكاديميين والطلبة من خلال تقديم خصومات خاصة لهم ندعم كل التطبيقات المتخصصة في الأمور التكنولوجية بشكل عام خاصة اليوم شراكتنا مع تطبيق درسني يتأتي لإيماننا المطلق في عملية تطوير التعليم والخدمات الإلكترونية بشكل عام نحن شراكتنا اليوم تهي لدعم الطلبة والأساتذة والأكاديميين من خلال تقديم الخصومات المناسبة والعروض المناسبة خاصة نحن في مجالنا في تنظيم الحفلات والمناسبات المتعلقة في الأمور العامة بشكل عام اللي لها علاقة في حفلات التخرج أو حتى في حفلات التفوق وغيرها ويحتوي تطبيق درسني للمدرسيين صفحة خاصة بالعروض والخصومات لمنتجات مختلفة في تعبير عن الشكر لجهود المدرسين خالد الفارس الرأي فيما تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة استمرت توقعات الأرصاد الجوية بأن تصل إلى مدون الصفر المأوي خاصة على المناطق الصحراوية خلال اليومين المقبلين وفي ضوء هذه الأجواء شهدت الأسواق قبالا كبيرا على شراء مستلزمات التدفئة من أغطية ودفايات تقي من برودة الطقس كما رصدت كاميرا الراي على بعض الأسواق القام يواصل التراجع تابعونا في الاقتصاد بعد الفاصل أهلا بكم انخفض سعب برميل النفط الكويتي دولارا و سنة واحدا ليبلغ 55 دولارا و سبعة سنتات في تداولات أمس وفقا للسهل المعلن من مؤسسة البترول الكويتية وفي الأسواق العالمية أنهت عقود الآجلة لخام برينت جلست أمس منخفضة بدولار و عشرين سنتا لتبلغ 53 دولارا و 27 سنتا للبرميل الشرطة القطري يحلق بلقب الطائرة الخليجية تابعونا في الرياضة بعد الفاصل أهلا بكم توجى فريق الشرطة القطري بلقب البطولة الخليجية السابعة والثلاثين للأندية للكرة الطائرة للرجال التي استضافها نادي الكويت على مدى سبعة أيام و أحقق الشرطة القطري اللقب بفوزه في جميع مباريات البطولة وجاء فريق دارك ليب البحريني في المركز الثاني بفوزه في اليوم الختامي على فريق الكويت الذي اكتفى بالمركز الثالث بثلاثة أشواط نظيفة و أشارك في البطولة التي انطلقت في الرابع من شهر فبراير الجاري أندية الهلال السعودي و الشرطة القطري و دارك ليب البحريني و السيب العماني و العين الإماراتي إلى جانب الكويت الكويتي مستضيف البطولة في البداية أبارك لينادي الكويت الكويتي على هذا التنظيم الرائع و أبارك لي الكويت على احتضاناتها لجميع الأندية الخليجية من بعد توقف قذلها ثلاث سنوات و أبارك لينادي الشرطة القطري على فوزه بالبطولة يعني هذه البطولة و انطلقتها أعتقد هذا بيعطي دافع للجنة التنظيمية ليكون هناك بطولات مستمرة في السنوات الغادمة فأنا وأشكر نادي الكويت الكويتي على دعمهم للجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون على تنظيمهم لهذه البطولة و ان شاء الله البطولات الغادمة تكون مجدولة و حسب الجدول للجنة التنظيمية و مستمرة بدون أي توقف الصراحة شيء ممتاز أن نشوف مثل البطولات دول مجلس التعاون أن ست فرق موجودة من ست دول خليجية سواء اليوم في ختام بطولة كرة الطائرة أو كذلك البطولات التي سبغتها في الألعاب الأخرى طبعا تنظيم الأندية مثل هذه البطولات أنا أعتقد سيساهم مساهمة لازم تنظر لها لبعض ثلاث سنوات أربع سنوات إيجابية في تحريك الرياضة في المسار الصحيح في دولة الكويت مبروح حق الشباب مبروح حق أهل قطر صراحة شعور لا يوصف صراحة يعني كون تأخذ بطولة خليجية عند العادة المطورات الخليجية يكون فيها ديربي فمستوى كان جيد جدا والحمد لله استعدينها دخلنا مباراة كل مباراة نعتبرها نهائي نعطل أكثر ما عندنا والحمد لله رب العالمين التوفيق جامع رب العالمين ولكل مشاهد النصيب ما شاء الله الفرق الخطري في جميع الألعاب شون السرية يعني؟ والله هذا دعم من اللجنة الومبية دعم من الشيخ تمين بن حمد أرذاني ورئيس اللجنة الومبية الشيخ جعان بن حمد أرذاني يعني هم يدعمون الرياضة يعني بشي غير متوقع همهم الرياضة والحمد لله رب العالمين يعني في كل الرياضات الرياضات بشي مقصرين الحمد لله على المركز الثاني الحمد لله على الفوز اليوم الصراحة يعني كان بن مكان أفضل مما كان صراحة احنا كان طموحنا البطولة بس لعبنا أول مباراة الشرطة القطرية يعني حرام بكله لعبنا يوم الثاني أو الثالثة بيكون شي غير صراحة بس الحمد لله على كل حال يلا المركز الثاني أحسن من أول شيء يعني الحمد لله ما شاء الله جمهوركم ممتع اي جمهور الجمهور العنيد الصراحة اللي ما يعرفي يعني أول مرة يشوف يستغرب أكيد بس في البحرين واجد أزيد من شري واجد هذا ولا شي ما شوفه هنا في البحرين واجد أزيد طبعاً نحن نطمح حق مركز أفضل بمركز الثالث لكن هنا كانت عندنا شوية ظروف عندنا نصابات عندنا شوية نقص بالفريق حاولنا صحيح أقطان بالبطولة مباراة عن مباراة لكن الفرق كانت جاهزة حق البطولة هذه وكان مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي برئاسة خالد الغانم قد أقام حفل عشاء على شرف الوفود الخليجية المشاركة في البطولة الخليجية السابعة والثلاثين للرجال للكرة الطائرة وتم خلال حفل العشاء تبادل الدروع التذكارية بين الأندية ستة المشاركة في البطولة واللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي للكرة الطائرة ترجمة نانسي قنقر أشكر اللجنة الملظمة على التكريم الرائع حقيقة ألف بين قلوبنا جمعا لنا وإن شاء الله أن نكون جلسة ممتازة اليوم وأيضا ممكن أن نكون في مقترحات عندنا حاجة نشرح لهم في البطولة إن شاء الله وقبل ختام النشرة نذكركم بإمكانية متابعاتنا عبر موقع تويتر الرائع ميديا جروب ولمشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الرائع تيوم في أمان الله